ثلاثين فبالعقل كده الاثنين الاول في الانجليش it's thirty two خلاص انا هتصرف ما بتفتحش طب جربي كده تاريخ ميلادي تاريخ ميلاديك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني مو هو بيفتح اللقميل بتاعي الباسرود على الاتم بتاع جده كام؟ يعني ايه الاتم دي؟ الاتم اللي هو الرقم القومي يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي الاتم دي البطاقة الاتيمة عشان كده اسمها الاتم اللي هي دلوقتي بيسموها الاتم مش لما تجد تخش ميلاديك لو سمحت هات الاتم بتاعك انتو بتخلي فين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تكلف اول مكان ده بيخلان نفكر بشكل متكلف نفكر بشكل علم شوية انا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاك ده يعني ايه رقم العدد فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجلة من بره اوكي ساي انا بس بعد اذنك بعد اذنكو ممكن بعد اذنكو تفضل انا موسيقى موسيقى اه موسيقى فين الفلوس وديتي الفلوس في اين فلوس ايه المتخلفة ما احنا فتحين الخزنة قدابك اهو فيها زفت مجلة ايوا طب احنا هنعمل ايه دلوقتي هنعمل ايه يعني هنقفل المرسم ونروح ما احنا لقينا مجلة تانية يا نيلي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا الفلوس لغز جديد ازاي يعني بقى بشفاهمة زي الافلام الاجنبي بالزبط عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز التاعه في مكان ما تقولش كنز الفلوس الدهب وريفر يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل احنا نمش ورا الدليل الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس اوه زي فيلم الكنز القومي ايه ده الكنز القومي ناشونال تريشر طب دول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز لا نيكولاس كينز لا 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 انا مش هادر استحمل الناس دي في حياتي مش قادة تستحملي لي يا حبيبتي العلدي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشين صح بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله هنعرف تريه الفلوس طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقطعة يمكن جده سايبينه فيها عسلة زي اللغز اللي فات صح والله ايه انت عايشة في افلام قوي طب هاتي هاتي المجالة والقلم هاتي ليه انت تحلي انا هحلي هاتي هاتي هابلة بقى انت بتتكلمي ازاي كده انا مش عشان تكتلك عند عما بوندي وفي البيت فكريني اسكتلك على طول ولا ما اسكتلك اتعملي لي ايه ايه يا حبابتها هاتي حبابت المجالة بنت بديك على وشي لا 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 متى تنسيخ يا اخي لا ولا ماذا؟ 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 أبو ما اتكلمش أسان خير انتوا مين بقى لمغزة؟ الله بندق زكا بندق انت فين يا مغزة بقى لالخضر بزكا أهلا العمدق أهلا العمدق أهلا العمدق حبيبي زكا بندق حشني انت عمي بايه؟ الحمد لله سنين ما شفت أكس من يوم من كاو الله الحم ومغزة ما مات أهلا تعالى عارب الظلوبة والدنيا وكده حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة ده كان حبيبي أكيد انتوا بقى أحفاد متكاوين صح؟ واضح ان حضرتك زكي ولماح يبقى انت بقى أكيد شريهان بتاع بحليب واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص أنا نيلي واللي لابس بطاطس هناك دي هي شريهان بطاطس في عينك أنا شريهان يا بيه شريهان ونيلي أبقى أنا بقى عم فوان يا هههام حالو جداديك ده أصلا الله الحم وكن صاحب الروح بالروح انا عرفه من اهام صور 52 حضرت معا تقميم القنال حضرت معا وولل toolbox وحضرت معا فتتاح ويمبي ما حالو يالله كلام من أنت تعرفين كل حاجا؟ طب ليه مش نحل الكلمتي المتقاطعة طيب؟ المتقاطعة يتم إيش مش وقت متقاطعة دلوقتي يلا بلايات إحلا كده هنتأخر هنتأخر على إيه وإحنا فيه حاجة في حياتنا غير إن إحنا نحل اللغز لغز؟ آه لغز إيه مغز؟ اللغز اللغز إيه الحياة كلها الغاز والذهب ما هو تحارف بني كده يا أخلا؟ شاية حابتين بتحب إنها تحل الألغاز بتاعت جدها؟ ما شاء الله يالله عشان إحنا العربية مستنيانة تحته ها؟ نقص خلص يلا 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 خلينينا نشوفكم بقى أنا مكتبة مأخزة هنا فوق المرسب على طول لو عشوا حاجة علول يا طب الخزنة السرية إحنا سايبانا مفتوح اتنين امشي سامة بود اه مع السلام عودة خلينينا نشوف أحتي وحشدي محك المفتاح إيه في إنت بقى؟ وسلام عليكم ألف سلام الله يسلمك بس لتصدق عم دهب ده شكله رجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال لا وده مخفيف جدا ما قوتني متضحك لما قاله وامبي دي ما قدرتش اه بس أنا وامبي دي مرحكتنيش بس هو تحس إن هو من نوع الناس اللي تنرفزه بسرعة ويهدوا بسرعة دول ايوا هو تحس كمان إن هو كريم واللي في جيبه مش ليه واللي في قلبه على لسانه صح مالش أنتوا بتتكلموا عنا عم دهب ده؟ اه كل ده لحقته تعرفوه في الديقة اللي وقفناها مع الرجل؟ عادي يعني أصلا أنا ليه نظف البني آدم؟ نظرة إيه وزيفتي إيه اللي بتتكلمها عنا دي؟ عمك دهب عمك دهب الرجل طيب رجل مش عمك دهب ده لو أنت سلمت عليه تعدي سواضعك وراها ده ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح سرق فلوسه كلها حبي جدك بقى يديله مغرز أم قال له هات حبت فلوس كده هو أشغلهم معايا كده في ماشروع أم قال له خد خد جدك الفلوس وكل ما دهب ييجوه ما نعود نتحاسي بيقوله ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعدين لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها لأ أنا دلوقتي مش فاهمة يعني جده أخد من الراجل ده فلوس؟ أيوة؟ يعني جده كان حرامي؟ يا يا بنتي جدك كان شريف الحرامي صحيح هو دهب خد منه فلوسه جدك الحب اللي خدهم بس جزء من اللي يسرقهم هو عم دهب أنا حبيت أقولكو بس اللي دهب ده خبيس ومكار خبيس ومكار على نفسه احنا ملنا واحدة هنشوفه تاني بفطمكو عشان لما تصدتوا فيه تعرفوه على حقيقتو أنا هتطر أستاذن بقى إذا عزتوا مني أي حاجة اتصلوا بيا وأنا هاجي دوخل حلطول أستاذن ايه؟ أنا شاكك أصلا أنت تعفت رواح بيتكم أصلا لا 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 أنا بركب أي حاجة أوصل للبيت بتركب أي حاجة؟ ده ساكن فين ده؟ هيدخل ده هاصلا رايس خليه يدخل مساك فل يا ملك مساك فل يا ملك مساك فل يا ضحي موظف مين في حاجة تاني؟ لا بس أنا لو مين دول ماشي خفيف خفيف عشان فيه الجهال طب خلي بالك بساك بكل في حاجة وأنا توحد عليها لا لا مفيش حاجة باتطمت خير يا ملك أنا عايزك يا ضحي شقاوة؟ انت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها طب اسمعني بقى كويس عناي لوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسى من النهاردة مع بنداري والله العظيم نيلي وشريهان؟ هاي وهيعملوا الفوزين السنة دي ولا إني صار؟ فوزين إيه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان أحفاد مكاوي 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 مين؟ ما انت لو تخرص وتسبع الكلام هتفهم الحكاية أوامر كمالك مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الأخير غادر بيا وسرقني وفي حد يقدر يسرقك كمالك؟ مش ده موضوعنا ومن موضوعنا إيه؟ موضوعنا إن مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي وطبعا فلوس يفصليهم ولما مات الفلوس اختفت محدش عرف راحت فيه وكل واحد له قرشين بدأ يدور بطريقته وظهور نيلي وشريهان أحفاده دول معناها إنهم لقوا سكة على الفلوس دي؟ فهمتك؟ يعني أنت عايزني أتخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس لا خرب بيت غباوتك ولما تخلص عليهم أنا حسفيد إيه؟ باسعية أنا عايزك تحط عينك عليهم ترقبهم لأربعة وعشرين ساعة تعرف هما ساكنين فين؟ بيروحوا فين؟ وبيجوا منين؟ وبياكلوا إيه واشربوا إيه؟ وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغ قالي خلاص استبينا بس الأول اللي هتفع على عرقك سامع تقول عملية زي دي ماخدش فيها أهل من مئة ألف آيف لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا خلاص ثمانين ألف آيف الله ما لقيت آيف منك آخر كلام خمسين ألف آيف خمسين ليه؟ وأنا مؤجر جيمس بوند لا مؤجر ضاعي وسعدتك عارف من هو ضاعي من عشان عارف من هو ضاعي؟ مفيش أكتر من خمس تلاف جنيه قلت إيه؟ وأنا مش حكسر الخمس تلاف جنيه دول معاك يا مالك ده أنا خطفتلك ابن شريكك باربع تلاف جنيه وسرقتلك وراء الأرض بتاع الصحراء والتلات تلاف جنيه وشلتلك عربية البطاطا لتحت البكتب عشان تعرف تركن وخدت في الآخر كوزين دورا هم خمسة، قلت إيه؟ خمسة خمسة مش حكسر كلمتك يا مالك بس اللي انتقلت عليك تجي من الفواتير بيها وأنا حاسبك استبينا ألتقى الجزالة بقى دي راح فيل هروح أراقب نيلي مش راقب طب بمؤخذة يعني تتعرف شكلهم؟ لا تتعرف هم ساكنيه فيل؟ لا تتعرف هتوصل لهم إزاي؟ لا لأ أكلوك يا أخي كله لأ لأ ومن راح تعمل إيه؟ آه صحيح فتاتني داي آه عشان فتاتك دي هم ثلاث بواكر ما مش غيره معوف بس خلاص هنا يلا انزلوا إنتوا بقى عشان كنت عايز أتكلم مع سفة حاجة ايش يلا سوش يلا خلاص يا صاحبي على اتفانة تسيب لي مفتاح العربية وتيجيت أخدها بعد يومين إن شاء الله أنا بديش عربية لحد أنا أصلا إيه دي إيه؟ إيه يا عم إحنا مصحابه ولا إيه؟ هو صاحب لي عندي صاحبه إيه؟ يا عم صاحبك إيه ما عرفش عنده إيه؟ ده أول مرة أشوفك النهاردة هو إنت ما بتؤمنش بالصاحبية من أول نظرة أنت عايز مني إيه؟ أنا عايزك في الخير تمان ده التالي الأدب أوعى فكرة خدتي بنيك بابي يقول إيه؟ خلاص خلاص يهاني إحنا مشكرين يا الله يا أخي سيف على التوصيلة الجميلة دي يعني إحنا مكناش عارفين هنركب مواصلات إيه؟ ده الإخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع شكرا ربنا يا ربي يكرمك ويديك الصحة يا ربي ويعلي مرتبك قادر يا كريم يا ربي مرتبك إيه؟ مرتبك إيه؟ يلا تفضل عشان قلتلكو عايز أتكلم معا في حاجة وهجل